اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه المحاضرة من برنامج علم المصريات النهاردة نتكلم عن حاجة جديدة شوية حاجة تكاد تكون مهمة جدا بالنسبة لينا كمتحدثين بلغة الداد وهي اللغة العربية تفتح اي برنامج من البرامج اي قناة تلفزيونية حتى البرامج اللي بتبص في مصر بص تلاقي كله زي بعض برامج الاستاذ عمر اديب برامج الاستاذ برامج باسم يوسف كلها على حاجة واحدة امركز على حاجة واحدة هي ايه هي المصايب يعني اي مصيبة بتحصل تلاقي برنامج طلع وعمال يتكلم على هذه المصيبة وبص تلاقي القنوات حتى الفضائية الخاصة التي تبص من مصر تلاقي كل البرامج حاجة واحدة كده زي الصينيين زي اليابانين ما تعرفش تفرق بين قناة وقناة تيجي بقى لامريكا والقنوات اللي هي الفضائية المسيحية تلاقي كله شبه بعض تلاقي برنامج بسا السيد رئيس برسي زار الصين كله بيقول السيد رئيس برسي زار الصين كله زي بعضه مصيبة حصلت تلاقي كل البرامج بتتكلم عن حاجة واحدة لكن الناس عندها مشاكلها وانا واحد من الناس وانا واحد من دمن المشاهدين اللي بيشاهدوا القنوات داية مفيش حاجة تشديني مفيش حاجة تعرف تخليني كده قاعد اتفرج ما كله دلوقتي مسك الريموت كله عمال يتفرج وكله في ثانية كده بصت لقى اصباعه كده لمس الريموت قلب القناة في ثواني لكن مفيش حد بقى يتكلم على حاجة مهمة وحدث في مصر حاجة مهمة وحدثت في مصر ما كفاية بقى كله عمال يطلع جمعة الغضب جمعة الاتحادية جمعة اطلاق اللحية طب نغير بقى عايزين جمعة اجازة عايزين نطلع بجمعة اجازة جمعة نفسنا في اجازة الناس نفسها تفرح الناس نفسها تبتسهم الناس نفسها تضحك كفاية حزن كل الاخبار كلها بتتكلم على حاجة واحدة الكواري السبع عمرت في اسكندرية وقعه طب وبعدين وبعدين وجع القلب ده لازم انت قاعد نتفرج لازم بقى تحطلك جنبك كده ايه يعني صب يا خروب اي حاجة تهدي اعصابك انه استعبت عايزين جمعة اجازة جمعة نهدي اعصابنا جمعة نسبنا بقى ان جمعة غريبة شوية كده نسبنا بقى من جمعة الاتحادية جمعة المظاهرات جمعة الغضب اي جمعة غريبة كده جمعة الحزن تعالوا بقى نتكلم كده في جمعة جمعة اجازة جمعة جميلة نخليها مثلا الجمعة اللي جاية الجمعة اللي جاية كده ناخدها جمعة اجازة نتكلم في حاجة كده مهمة حاجة كده الناس يعني نرسم الابتسامة على الناس الناس تضحك كفاية بقى حزن وكفاية عذاب الناس لما كبار السن بقى يتفرجوا على التلفزيون وقموا عاديين كده بتفرجوا مفروض كبير السن ده يعني يضحك مفروض يبتسم حتى لو ما تحكش مش عايز يضحك مفروض يبتسم عندنا حاجة مهمة جدا في مصر الناس بتبقى الجمعة اللي جاية ديت جمعة اجازة ناخد جمعة اجازة باشتعليم مظاهرات خلاص زهقنا نعمل ايه نطلع بجمعة اجازة كده جمعة جميلة الجمعة ديت في الحضرات كلها اي اجنابي اي سائح يجي مصر بيحصلوا حاقتان ايه هم الحاقتان الكالتر تشوك الكالتر تشوك الشكل الاولى اللي هي نشوفه دلوقتي ده عبارة عن الكالتر تشوك يعني ايه الكالتر تشوك الكالتر تشوك اي سائح اي اجنابي يجي لك مصر يطلع مع حاجة اسمها المرشد سياح التوريس جايد التوريس جايد ده لازم يكون واحد ملم بكل حاجة بتحسل داخل مصر وبره مصر ولازم يجمع بين يعني في الشخصية يكون قامدة شوية عشان الناس دي جاية مش جاية عشان تتعب بعد جاية الناس دي جاية وتنفق فلوس فلازم يملك المعلومة لازم يملك الثقافة لازم يملك العلم يملك اللغة يملك خفة الدم اي سائح جايلك اي اجنبي جايلك هيسألك اسئلة هو قرى عنك في بلده بطريقة معينة لكن لما جيلك بتحصل له ايه كالتشارتشوك ايه كالتشارتشوك الصدمة الثقافية هو بسسلك بطريقة معينة من بلده لكن بيبص للامور بنسميها الساكن اي الساكن اي اللي هو العدة التانية بيقارن اللي بيحصل في مصر باللي بيحصل في بلده فبيلاقي فيه جاب فيه فجوة كبيرة جدا باللي اللي بيحصل في مصر واللي بيحصل في بلده فبيبتدي يسأل اسئلة بتخطر على باله الاسئلة داية بيكون هو محضرها بيقرى طبعا دا مش بقى جاي كده وخلاص كده طالع وخلاص يلا الطيارة ويطلع لا دا واحد جاي مهيق نفسيا وعلميا ان هم ويقرأ تلاقى مثلا بالنسباله واخد ان يعمل حاجة معينة مألوفة بالنسباله لكن ما يقدرش يعملها في بلد تانية خصوصا الدول العالم التالت على فاكرة مفيش تاني هو تالت وبعد كده اوروبا وامريكا مفيش تاني اصلا تاني دا مش موجود لكن فيه تالت دا تغاتي بلد العالم التالت وبعد كده ثيرد ورلد العالم التالت دا موجود لا ترثيرا منيرا او الترثيرا مندو دا العالم التالت مفيش تاني مفيش موجود تاني دا أصلا مفيش موجود على الخريطة ولا موجود في الثقافات فعشان كده تلاقي فيه اسئلة كده بتخطر على البال من دن هذه الاسئلة عندنا عيد بقى مهمة جدا داخل مصر مفروض ان احنا هنحتفل بيه الاسبوع اللي جاي دا جزء كبير جدا من الثقافة المصرية لكن بقى هنصحح الاخطاء النهاردة مهمة النهاردة تصحيح الاخطاء في المفاهيم تصحيح الاخطاء عند الاخر تصحيح المعرفة عندك انت قاري حاجة معينة انا اصححلك ده اصححلك العلم اللي عندك او اصححلك المعلومة اللي عندك بطريقة معينة اول حاجة عيد شام النسين